هي في الطبيعة بتشبه دمشق مناحية كثرة العيون والبساتين هاي واحدة تنتين تشبه بالمناسبة هذا تجسد في فترة الحكم العثماني التركي التقسيمات العثمانية الإدارية يعني جمعت بين نابلس والشام يعني دمشق بعدة يعني عهود لكن اللي أقام تشابه أكثر وعلاقات أكثر وحتى صارت النسب والمصاهرات يعني ازدادت كثير هي الوضع الواقع الاقتصادي الشام بما كانت يعني تصنعه من منسوجات ومن أطعمة محفوظة مجففة ومن أمور أخرى يعني ونابلس بما شكلته من مركز صناعة الصابون في كل فلسطين نابلس مركز صناعة الصابون فكان يصدر إلى بلاد الشام كلها ولا العراق ولا مصر ولا عبر البحر إلى الإمارات أو الدوقيات الأوروبية هون كثرة العلاقات التجارية التي قامت ما بين دمشق ونابلس دعت التجار النوابلسي أنهم يقيموا فترات بالشام ليش؟ كان التاجر اللي يتاجر بالصابون مش هو اللي يصنع الصابون كان التاجر يلم انتاج عدة مصابن ويذهب فيها بقوافلة إلى الشام هناك ما حيقبض ثمنها مباشرة بده يقيم في الشام فترة عبين أنهم يجمعوا أو يبيعوا لإنتاج اللي جابوا أيها فبالتالي والتاجر النوابلسي الفترة اللي كانوا فيها ميالين للإستقرار والحلال فكان يتزوج يناسب العائلة الشامية وصار في هذه العلاقات فكان عنده بيت بالشام زوجي بالشام وزوجي بنابلس نعم وانتقل المطبخ الشام إلى النابلسي والنابلسي إلى الشام لا لا